من كنوز الأسئلة ما بقعت لي سؤال شاب بيقول هو أنا لازم عشان كنت بخرج مع بنات ربنا يرزقني بوحدة يكون غير يخرج معاها ولا ربنا ممكن يسامحني على الحاجة دي ويرزقني زوجة صالحة هو ده نص السؤال أنا قريته بالنص زي ما هو يعني وأنا حابب إن أنا الموضوع ده فتح عندي بعض الأفكار اللي علموهنا العلماء في العقيدة لإن إحنا عندنا مجموعة أوهام كده تجاه نفسنا وتجاه ربنا مهم إنها تتشال من طريقك لربنا سبحانه وتعالى فحوى السؤال هل أنا لو عندي غلطات بالذات في علاقتي مع البنات ربنا يرزقني بوحدة كمان عندها غلطات بدون الحكم على الناس هو خايف من حاجة معينة رغم النتاب لربنا سبحانه وتعالى أولاً أنت عندك غلطات أو هيرزقك بوحدة عندها غلطات التائب من الذنبك من الذنب كمان لا ذنب له التائب من الذنب حبيب الرحمن فإحنا مش بنحكم على اللي عنده غلطات في الماضي هو وحش ولا حل أنا بس حابط أقرأ السؤال بالنص رغم أني كان عندي تعليق على المسألة دي لكن خليني أجاوب على سؤالك هل أنا ممكن يترقد لي بالمصري البلدي كده وبعدين يحصل انتقام مني على حاجة لاتوبت عليها وده أحد المفاهيم اللي جاية من حديث ضعيف وللأسف هو منتشر على ألسنة الناس لكنه ضعيف الحديث ده معناه أن فيه ذنبين بيتردوا في الدنيا عقوق الوالدين والزنة أن اللي بيعقوا والدي لازم يطلع له عيال يدوقوا نفس الكاس اللي شرب منه أبوه أمه وأن اللي يغلط لازم يضغلط في أهل بيته وزي ما انت عملت مع بنات الناس يحصل في بنتك ولا مرادك واحدة واحدة أولا الحديث ضعيف من حيث السند يعني وصل لنا بطريقة لا مش متأكدين أنه بقى كده ثانيا النص الحديث متن الحديث يتعارض مع بقية كلام النابي مع القرآن ليه بقى؟ لأن هل كل واحد كان عقب أبوه أمه ما تبشي؟ ما أنا وانا صغير كنت ممكن أبقى متسرع مندفع مش متعلم يعني إيه بالوالدين ولما كبرت شوية عشت تحت رجل أبويا أمي لغاية مراحه لربنا أو أنا رحت لربنا وهم راضين عني ليه تترديلي لما أنا توبت؟ ده بيسموه في علم البشر مع بعض القلب الأرشيفي أنت غلطت فيها غلطة وشلتها لك ومرقد لك مهما اعتذرت لي مهما أنت تحسنت هاجي في لحظة وانتقم منك إيه للقلب اللي سود ده؟ ربنا اسمه العفو يعني اللي بيقول له رب حقك علي ربنا بيمسح له الغلطة بيمسحه له من ميزانه يوم القيامة ويمسحه من كتاب الملاكين أقولك على حاجة كمان العلماء علموه لنا بيمسحه من قلبه عشان قلبه ما يبقاش متعلق بالغلطة القديمة فتلاقي نفسه كان بيحب بيعمل حاجات دلوقتي بينفر منها ليه؟ العفو عفى الأثر محى الأثر حتى من قلبه فالنهارده آه ده ممكن يتردلي لو أنا مفترع على أبو يا أمي لغاية دلوقتي وتجوزت ولسه مفترع على أبو يا أمي آه خب بالك جزاء من جنس العمل تخلي في عيال فعلا يدوقوك نفس الكاس لكن واحد تابق إلى الله زي صاحب السؤال بيقول أنا كنت بعمل وتب هل ربنا هيبتليني في وحدة كمان مش عايف كم بتعمل؟ ليه؟ والحديث الثاني بتاع ولو واحد زنى لازم يزنى بأهل بيته واحدة واحدة ولا تزروا وزيرة وزيرة أخرى طب أنا فاسد وعملت الغلطة دي ليه تب أمراتي من أهل الكبائر وبنتي من أهل الكبائر ليه؟ لا تزروا وزيرة وزيرة أخرى حدش تاخبذان بحد طب واحد غلط وفي مرحلة من حياته كان عنده انفتاح في العلاقة بالجنس الآخر وويع في كبيرة الزنا وتاب إلى الله ربنا اسمه العفو والغفور يستره ويسامحه بل ويكرمه ويعوضه بحد يبقى عوض ليه في الدنيا ده ربنا يكافئ اللي تاب مش يبتديه بحاجة هو خايف منها علشان كده فكرة القلب الأرشيفي ده دحنا بيننا وبن بعض لما واحد يبقى البوسود لكن ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن نفسه قال إن ربك واسع المغفرة وقال في الآية التانية ثم تاب عليهم ليتوبوا يعني انت أصلا ما ترهتش الذنب ده وبطلت ورجعت لربنا إلا لما تاب عليك وسامحك فأنا عايز أبشرك بل بالعكس بقى ده انت لو كنت بتعمل حاجة غلط وبطلتها ربنا في القرآن بيقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فاللي بدل سيئاتك حسنات إن شاء الله يبدل حياتك كلها استقرار وهدوء وراحة بال ففكرة إن أنا مترقد لي في الأقدار حاجة رغم إن تبت ورجعت لربنا وفي لحظة احتياجها أمواخد على دماغي لا فكرة دي شيطانية يمكن يكون مصدرها معلومات دينية مغلوطة أو حد بيحب يخوفنا عشان نقرب لربنا فبيخوفنا بطريقة تنافي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحب أتجاوب لك على السؤال ده وربنا سبحانه وتعالى يجعل مفاهمنا مشرقة تجاهه ومفاهمنا زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عن ربنا ويحمينا من الأوهام البائسة تجاه رب العالمين